وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف زملنا شريف شعبان وراسل قناة النادي الألي اللي كان متواجد النهاردة في التدريب الصباحي الخاص بفرقنا الأول لكورة القدم مساء الخير عليك يا شريف وعايز أعرف منك كل الأخبار كل الكواليس أهم وأبرز اللي حصل النهاردة في التدريب الأخير قبل مواجهة طلاقة على الجيش بكرا إن شاء الله السلام عليك الشيما وعلى كل مشاهدين قواتي الألي في كل مكان يمكن الشيما النهاردة كان التمرين الساعة 11 صباحا كان قبل تدريب التمرين كان فيه محاضرة من مستر لسارك ومدير الكرة الكابتن سيد عبدالحافيز مع العابين حوالي 4-5 دقيقة كان يمكنه فيها عدة كيش شديد لمباراة بكرا لا صوت يعرف وفاق مباراة طلاقة على الجيش طلب طلب العابين في الحصول على الثلاث نقاة كان بعد عزيل المحاضرة لاستمرت حوالي 5 دقيقة كان فيه إحماء لجميع النعبين ثم تقسيمهم لمجموعات الضغط على الخدم ثم كان فيه تمرين مهمة جدا النهاردة كان عادة مثلا لسارك على طول في البطرة الأخيرة تمنى التخصص على الجول عرضيات من المينة عرضيات من الشمال كيفية نهاية الهجمة كيفية أحراض الهدف وقتدمت التمرينة بتأسيمة صغيرة يمكن على الجانب الآخر كان كابتن طاري سليمان مدرب الحراس مع تركيزه فقط على 2 حراس ومحمد الشيناوي وعلي لطفي يمكن شريف ومصطفى شبير شاركوا مع مجموعة اللاعبين جميع التمرينات يمكن كابتن طاري سليمان كان مركز مع الشيناوي ومعال لطفي لأنه هم اللاعبين موجودين في مباراة الغد يمكن تأهيل مستمرة على كنب الآخر لعمر جماله حسام عشور ولمفرح أن النهاردة حسام عشور يمكن تأهل شوية وبعد كده هوت شارك في شوية من تمرين نادي الأهلي ورجع دخل الجن معنا كده هوت من شكل عام يقولي من حسام عشور خلاص كلها أيام ويكون متواضح من شكل طبيعي في تمرين النادي الأهلي كان في جلسة بين مستر لساركي ومدير الكرة الكاتفال عبد الحافيز يمكن حوالي عشر دهي كده هوت واثناء التمرين كان في الجلسة طويلة ما بين الاتنين الله أعلم طبعا ما ظهر في هذه الجلسة يمكن التمرين يمكن انتهى في واحدة إلا أو اتنشر ونصف اتنشر ونصف وخمسة في الحدود ديت وكان اللعبين على رسولة عبده لغدا الساعة واحدة الدور وكان التحرك من النادي الأهلي الساعة ونصف للسفر لأسكندرية طبعا المبيت لمباراة بكرة كانت مستر لسارة اختار واحد وعشرين لعد لمعسكر اليوم الشناوي علي لطسي مصطفى شدير أحمد فاتحي علي معلول محمد هاني ياسر إبراهيم رامي ربيعة إيمان أشرف حمد فاتحي يشان محمد السلية صالح ضمع مروام محسن رمضان صبحي حسين الشحات وليد أزارو ناصر ماهر أجييج يلاردو والمتقلب والعائد بعد فترة قيادة كبيرة النجمة وليد السلمان اللي هيكون مفاجئة المباراة في جزء منها نتمنى بإذن الله يكون التوفيق والفوز خليق النادي الأهلي غدا ويكون ثلاث نقاط جديدة مضاف إلى رصيد النادي الأهلي شكرا لك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان متواجد النهاردة في تدريب النادي الأهلي الصواحي اللي كان طبعا مقام على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي في الجزيرة